المهاردة انطلقت في القاهرة جلسة الحوار الثانية لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية أهم الملفات المطروحة على المباحثات تمكين حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة وإجراء الانتخابات ومسألة الأمن والسلاح والرؤية السياسية المستقبلية للقضية الفلسطينية فتح وحماس عملوا بيان مشترك مساء أمس قالوا أن المباحثات كانت إيجابية وستتواصل بنفس الروح البنائة وأنه جرى مناقشة عدة موضوعات بهدف تخفيف الأوضاع في غزة وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية قالت أن اتفاق المصالحة الفلسطينية يخدم المصالح المصرية وأن الاتفاق ده هيكون سبب أساسي في توقف حركة المسلحين بين غزة وصيناء بشكل دائم ويثبت عزم مصر استعارة دورها كقوة إقليمية